بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عزيزي المشاهدين الكرام يتجددوا بنا اللقاء مع قناة النيل للأخبار وبرنامجكم المبشرون بالجنة حديثنا النهاردة هيكون عن شخصية فريدة شخصية ولدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تلتقي ولم تقابل النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذه الشخصية قبل ولادتها النهاردة عزيزي المشاهدين هنعيش مع سيدنا ويس القرني رضي الله عنه وارضاه قال عنه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين له أم هو بار بها لو أقسم على الله لأبره وكانت وسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر وسيدنا علي رضوان الله عن جميع الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث معهم عن سيدنا أويس وأخذ يحدثهم ويخبرهم أنه عبد من عباد الله وأنه له أم هو يقوم على خدمتها وعلى الاهتمام بها ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن علامة في سيدنا أويس فيقول هو أشهب ذو صهوبة به لمعة تحت إبطه الأيصر يا علي يا عمر إذا رأيتماه فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما فظل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في كل وفد ما يجي من أهل اليمن يسأل عن أويس القرني أفيكم أويس فيقولون لا فذات مرة جاء وفد فسألهم كالمعتاد عن أويس فقال رجل عندنا رجل يقال له أويس لكن هو أقل من أن تسأل عنه يا أمير المؤمنين فأضمر سيدنا عمر في نفسه أن يذهب لأنه هو المقصود فوجده يصلي ثم بعد فراغه من صلاته قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فرد سيدنا أويس السلام فقال له سيدنا عمر ما اسمك فقال عبد الله قال كلنا عبيد لله لكن ما اسمك الذي سمتك به أمك فقال أويس فقال أنا عمر بن الخطاب وهذا علي بن أبي طالب وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم نسألك أن تستغفر لنا فقال معاذ الله يا أمير المؤمنين فقال هكذا قال لنا حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستغفر لهما ثم قال له سيدنا عمر أتريد شيئا من الكوفة فقال لا يا أمير المؤمنين سيدنا أويس أيها الأحبة الكرام له مقولة جميلة وهو أن أحد أحبابه كان يريد أن يذهب ويستأنس به فقال له أريد أن أصاحبك لأستأنس بك فقال له قولا جميلا ليتنا نعتبر بهذا القول فقال عجبا من إنسان يحب الله عز وجل ويعرفه ويستوحش من غيره الأنس بالله نور صاطع والأنس بغير الله سيف قاطع فقال له رجل أريد أن أجلس معك وأتعلم منك العلم فقال لا تصحبني وإنما سأعطيك ما هو أفضل من الصحبة ومن اللقاء فقال وما هو قال الدعاء بظاهر الغيب أيها الأحبة الكرام سيدنا أويس كان يأتي عليه الليل فيقول هذه ليلة رقوع ثم يأتي عليه الليل مرة أخرى فيقول هذه ليلة السجود فيظل ساجدا لله سبحانه وتعالى وكان يأكل من يده وكان يتصدق من باقي طعامه ثم يقول يا ربي اللهم من بات جائعا فلا تحاسبني عليه وكان يلبس ثوبا واحدا ويتصدق بما عنده من السياب ويقول اللهم من بات عريانا فلا تحاسبني عليه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة